فالوزارة التربية والتعليم عشان بس تبقوا عارفين ادخلوا على الصفحة بتاعة الوزارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم هتلاقوا فيها فيديو توضيحي نشارته الوزارة فيها ازاي تجاوب على اسئلة الامتحان وده ليه؟ لان برضو لسه فيه ناس مش متعودة او ما تدربتش كويس او قلقانة من فكرة امتحان البابلشيت فانتو عندوكو 85% من اسئلة الامتحان هتبقى البابلشيت اللي هي بقى الاختيار بقى من المتعدد و15% من الاسئلة اللي هي الاسئلة المقالي وهم بيطمنوا ان شاء الله يعني هتلاقوا 30% من الاسئلة سهلة و40% من الاسئلة اللي هي في المتوسط وفيه 30% الاسئلة هي بتبقى صعبة او اللي بتميز بقى حد مزاكر كويس الاسكاء اللي معرفش هم ممكن يجاوبوا ازاي فاللي هو متقسم ما بين السهل وما بين المتوسط وما بين الاسئلة اللي صعبة شوي لكن هعمل إيه هجاوب إزاي أعمل إيه أعلم على الإجابة بالجاف بالرصاص أجاوب الأسئلة المقالة إزاي هتلاقوها في فيديو توضيحي على صفحة الوزارة ما تخافوهش ربنا معاكم إن شاء الله كل الخير والامتحانات تيجي في مستوى الطالب في مستوىكم كلكم يا رب يا رب بالخير إن شاء الله